تتواصل بدار الأوبرا فعليات النسخة الثانية والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور عدد من الفنانين والمكرمين هذا وشهد حفل الافتتاح وجود عدد من فناني الوطن العربي وسط حضور جمهري كبير انطلاقة قوية ومميزة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين حيث شهد افتتاح المهرجان حضورا كبيرا من الفنانين والجمهور الذي يعتز بهذا المهرجان الذي يجمع بين الأشقاء العرب في منارة الإبداع والثقافة بدار الأوبرا المصرية مع إهداء هذه النسخة لروح الموسيقار الكبير سيد درويش وتكريم 19 شخصا ممن أسهموا في إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي سيد درويش فنان الشعب طبعا فنان غنى لكل الطواف فنان كان سابق جينه سابق عصره بكتير يعني فده احتفالية بمناسبة مقاوات سيد درويش فالحقيقة ده كان من الهدينا طبعا الدورة دي وهو يستهل أكتر من دورات بكتير والسنة دي عاملين أوبريتين من أوبريتات سيد درويش وده اللي هو يعني فيهم أوبريت لم يقدم من قبل اللي هو رحت عليه فالحقيقة يعني سيد درويش استهل كتير يعني استهل دورات عديدة يعني هذا الفنان اللي التلمد عليه الأساد ومات صغير ورغم السن الصغير ترك موروث ما شاء الله وإن شاء الله نعمل واحد في المئة من اللي عمله حبيبي تحظى هذه النسخة من المهرجان برعاية كبيرة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار التعاون بين الشركة ووزارة الثقافة من خلال بث وتغطية الحفلات من خلال قنوات الشركة حيث يشهد المهرجان هذه النسخة 47 حفلا بمشاركة أكثر من 70 مطرب ومطربة من 20 دولة مختلفة مما أعطى المهرجان مكانة عربية ودولية تجمع بين الثقافات العربية المختلفة الحقيقة أن الشركة المتحدة بتساهم مع وزارة الثقافة وإدار الأوبرا في أكتر من النشاط نحن مقالنا خمس سنين الشركة المتحدة من خلال قنواتها التلفزيونية بتنقل أحداث حفلات المهرجان الرئيسية وبتنقل فعاليات أكتر من خلال برامجها الفنية أنا مبسوطة طبعا أن أنا تم تكريم النهاردة من خلال المهرجان يعني هذا المهرجان العريق طبعا ولو معزة خاصة بالنسبة لي وكل فنانين مصر الحقيقة لأن الأسس هذا المهرجان هي الأستاذة العظيمة الدكتورة رتيبة الحفني فأصبح من أهم مهرجانات الموسيقى العربية في الوطن العربي على مدار 14 يوما تشهد مسارح الأبرى بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور فعليات المهرجان الأكبر في مصر والشرق الأوسط بالإضافة لعقد مؤتمر يهتم بكل موضوعات الموسيقى والغناء وذلك لاستكمال مسيرة المهرجان الذي انطلق في دورته الأولى عام 1932 محمود جميل التلفزيون المصري